اشتركوا في القناة كنت تعرفي بالمواضيع السياسية بروح سلسة الموضوع الابرز اكيد بالعنوان هو التغيير بالمملكة العربية السعودية دلالاته بهالتوقيته وتداعياته ايضا بالموضوع اللبناني مؤررات مجلس الوزراء يلي يوم الثلاثة بدي يبلش يدرس الموازنة المعالي الوزير درباس كيف بشوف التطورات المقبلة على الحدود بدوق ما يحكي عن انطلاء معركة القلمون قريبا واللي حكي عن انه لبنان يجب ان يكون مستعد لا يستقبل الاف النازحين الجدد هيدا باجاز القطوط العريضة بكلام بيروت ايضا فطن الاستحاء الرئاسي والتعيينات الامنية استحاء الرئاسي صار هيدا يعني من السوابة من هيدا البلايات الاساسية عالطالي من السوابة شكرا لقالي كرولا منتابعيك بعد شوية لكي المشاهدين بامريكا عبر الواب سايد فيكم نشوفوا البرنامج في ويتشورتيفيناتورك.com خيطين حلقتنا رح بيكون مع التقرير الرياضي بكرا بنعطيكم موعد جديد منتمنلكون نهار حلو شكرا للمشاهدة خلال تزديد الراكلتين وهالشي اللي ادى خروج الكرة بعيدة عن مرمى قال جوارديولا ان هالامور ويردي دايمن بعالم كرة القدم اكدت صحيفة دايلة اكسبرس بريطانية نومانشس روناتر الانجليزي عم بيس على التعاقد مع ثونائب روسيا دورتموند المدافع ماتس هاملز ولاعب الوسط جوندو جان بفترة الامتعالية الصيفية المقبلة واكد المدرب يورغين كلوب المدير الفني لفريق دورتموند على وجود مفاوضات رسمية من قبل ادارة شايتين الحمر لاستقطاب هاملز وجوندو جان بنهية الموسم الحالي وايضا عم يسعى المدرب الهولندي من جهته لويزوانجال انه يتعاقد مع الثونائي الالماني اللي يدعم صفوف الفريق قبل الخوض بالنسخة المقبلة لبطولة دورة ابطال اوروبا دخل فريق باير ميونيخ الالماني بدائرة المونيفسي للحصول على خدمات ايضا الالماني جوندو جان لعب وسط دورتموند خلال فترة الانتعالية الصيفية وكان شارك اللاعب بستة عشرين مباراة واحرزت اهداف مع بروسيا دورتموند منذكر انه دورتموند حاليا بالمركز الثامن على سلم ترتيب اندية الدورة الالمانية وتأهل لنهيئ كأس المانيا اعترف القطر ناصر الخليفة رئيس نادي باريس سان جرمان بانه التقى بالفرنسي بول بوكبا لعب وسط جيفانتوس خلال الفترة الماضية ويعتبر فريق باريس سان جرمان من ابرز اندي الاوروبية اللي بترغب الحصول على خدمات الموهب الفرنسي خلال فترة الانتعالية الصيفية المقبلة والنادي البريزي عميس على يقدم عرض بقيمة عشرين مليون يورو بالاضافة لكافاني وماركو فيراتي لها اتمام هالسفقة من ذكره بوكبا شارك ب34 مباراة واحرص 9 اهداف مع فريق جيفانتوس خلال منافسات الموسم الحالي اظهرت الفحصات الاولية لخضاع اللاعب الهولندي اريان روبن نجم فريق باير ميونيخ اصابته بتمزق عضلي خلال مباراة فريق وقدم دورتموند وما رح يتمكن روبن انه يشارك بمباراة المقبلة قدام فريق برشلونة بدورة ابطال اوروبا وما عم تنتهي الاحلام المزعجة لباير ميونيخ عندها الحد لانه نجم هجوم الفريق روبيرت ليفاندوسكي تم نقله للمستشفى بعد استضامه بقوة بحارس مرمى دورتموند وهالشي خليه يتعرض لارتجاج بالمخ رح يبلش موسم سباية الفورمولا وعن للسيارات لالفين وستعاش بنيسان ايبرل المقبل بجازة استراليا الكبرى وهي اكتر بداية متأخرة لبطولة العالم من عام 88 ورح يصير السباية الافتتاح للموسم على حلبة البرت بارك بي ادار المقبل بالرغم انه جرى تأجيله لانيسان بالعام 2006 لا يكون الجولة التلتة بالبطولة من بعد ما استضافت ميلبورن العام الكومنويلت بها السنة وما كشف المنظمين عن سبب التغيير بعام 2016 بسأله بيبين انه التاريخ الجديد رح يكثف الموسم اللي بينتهي بشهرة الشرين التاني المقبل واتكهن يتوسيه الالين بانه ادارة الفورمولا وانا عم تسعى لتقوي الضغط على الموسم ليقللوا النفقات اللي عم تتكبدها الفرق وتقليص الفترة بين السباقات بمحاولة لزيادة الاهتمام بالبطولة ضمن الدورة الامريكية للمحترفين بيكرة تسلي الان بي اي لبلاي اوف سريقة هيوستن ركت سعمية اهل لدور نص النهاء من المنطقة الغربية بعد فوزه على فريق دالاس مافريكس بنتيجة 194 ليتقدموا 4-1 وبالمباراة المقبلة رح يواجه هيوستن الفيز من المباراة سانانتونيو سبورز والكليبرز علما انه السبورز ليتقدموا 3-2 جيمس هاردو كان افضل مسجل من ناحية هيوستن مع 28 نقطة نيري باونس و8 أسست اما من ناحية فريق دالاس فكان مونتا إلس مع 25 نقطة مباراة اوجيت على ملعب تيوتا سنتر بهيوستن واعتباعة 18231 متفرج موسيقى فايز بالتشوجكت بسباق الوحل 2015 اللي جرى بمنطقة اسكس بدواح لوندن وشارك بسباق 300 متصابق من عشاقها النوع من السباقات الغريبة والطريفة وعندها جمهور كتير كبير بتبعها حوالها 15000 متفرج مسافة السباق بلغت 400 متر بوادي بلاك ووتر والهدف من السباق كالعادي هو جمع تبرعات الجمعية الخيرية اللي بيروح ريعة لمؤسسات البحث الطبي بامراض مثل السرطان ورعاية الاطفال وغيرها وما منعت ابدا ريحة الوحل انه الكل يستمتع بها الحدث سوجت حق الفوز بأربع دقائية وأربع ثوانة وحال بالمرتبة التانية ادريان كونبوس واتيلي تكين جيمس كريسب واصل مني باكياو الترويج لمباراته باجراء المزيد من اللقاءات العالمية والجماهيرية علما انه رح يواجه فلويد مي واذر كما التقى باكياو مواطنين من الفلبيني اللي اجوا خصيصا لها المبارات ويالهن يعيشين بالولاد المتحدة الامريكية ونظمتها الجمعية الفلبينية مهرجين مصغر للفن الفلبيني حضروا باكياو وألقى فيها كلمة شكرون على المساند اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة